هاتي بدأ واحدة بس ويلا نعمل فطير الطائية السلطان بحشوة جديدة وبطريقة جديدة هتودي الطعم في حتة تانية بصراحة طعم فوق الخيال شايفين يا جماعة الجمال واللون الموحد وكمان هشة وطرية وحلوة جدا جدا شوية كده تكات واسرار وحركات هتخليك تعملي الوصفة دي بكل سهولة وحتى لو مبتدأة شايفين يا جماعة الرئات عاملة ازاي وشايفين الحشوة جميلة ازاي عايز اقول لكم وصفة سهلة واقتصادية يلا فرحي جوزك وفرحي اولادك وما تنسيش تفرحين تدوسي لايك اللايك ببلاش ارحمونا والله ببلاش يا جماعة والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصلكم كل مهوة جديد نبدأ على بركة الله الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنجيب بولا نص كوبية مياه دافية خمس معلق كبار من السكر بس كده هننزل عليه بكيس من الخمير الفورية وبعد كده هننزل بكيس من الفانيليا شايفين يا جماعة حاجات بسيطة وسهلة وموجودة في كل بيت عربي هنقلب كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين ونسيبه على جنب هنجيب بضاية ونحاول نفصل البياض من الصفار بقديك وبقى بالطريقة اللي انا عاملها بقى زيزة زي ما انتو حابين هنخلي كده البياض على جنب ونركز يا جماعة هنعمل ايه في الصفارة لاننا نحتاجه في اخر الفيديو بس عشان ما يبص مننا لازم هنضيف عليه كيس من الفانيليا وكمان علشان ما يكونش فيه اي زفارة خالص وهنحط عليه معلقة صغيرة من خل الصلطة ولو حابين تليفوا عليه معلقتين من الحليب مفيش مشكلة هنقلب كويس جدا ونركن بقى الصفارة على جنب بعد كده بقى هنبدأ نجيب البياض بتاعنا وهنبدأ ننزل على السويل بتاعتنا وهنقلب كويس جدا بعد كده هننزل بربع كوبية من زيت الطعام وهنقلب كويس جدا لازم نقلب يا جماعة عشان البياض لو ما تقلبش كويس مش هيستوي بس كده جماعة جمعة مباركة عليكم ولا تنسونا من الدعاء بعد كده هنبدأ ننزل بنص كوبية من المية الدافية تاني طيب ممكن تستبدالوا المية بالحليب مفيش مشكلة وهنفضل نقلب كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين بعد كده بقى يا جماعة هنجيب اول كوبية من الدقيق الدقيق اللي هو الطحين هنبدأ نحن ننخله طبعا عشان اي تكتلات ونقلب بالاسباتيولة وبعد كده هننزل بتاني كوبية برضو من الدقيق وهنبدأ نقلب بالاسباتيولة وبعد كده تالت كوبية من الدقيق وهنبدأ برضو نقلب بالاسباتيولة وممكن نبدأ نلمي بأيدينا بقى يا جماعة يعني مش لازم المعلقة نبدأ بقى نلمي بأيدينا العجينة ممكن تحتاج ربع كوباية دقيق تاني ممكن تحتاج نص كوباية دقيق تاني على حسب نوع دقيق بتاعكو بيشرب المي أو بيشرب الحليب اللبن ولا لأ وزي ما حضراتكم شايفين نفضل ناجن كده لغاية ما تكون العجينة كده لينة يا جماعة وتكون كده بتلزق بس خفيف يعني مش لازم تكون بتلزق خالص هنجيب بقى بولتين وهنبدأ نقسمها كده على مزان أو بلويم كده زي ما انتو شايفين بالنظر زي ما بيقولو وهنخلي جزء هنضيف عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الكاكاو الخام انا بستخدم كاكاو قزباني جميل جدا هنفضل ناجن فيه كويس جدا لغاية ما يبقى باللون ده وبعد كده ممكن نضيف كمان نص معلقة كبيرة من الكاكاو ومكعب من الزبدة لو عندكم طبعا عجين هينجز معاكو ويديكم النتيجة بكل سهولة ساكتين ليه ما تصلوا على النبي وانتو بتصالوا على النبي اكتبولي في التعليقات حضراتكم بالتابعوني منين اخوكم اشرف من مصر وزي ما حضراتكم شايفين كده خلصنا الكاكاو بتاعنا وندخل بقى على الجزء اللي هو الفانيليا زي ما حضراتكم شايفين هنضيف برضو مكعب من الزبدة يعني ممكن في حدود معلقة كبيرة من الزبدة بس يا جماعة وطبعا دكون بدرجة حرارة الغرفة ما تبقاش بردة طالع من التلاجة طبعا وبعد كده انسيبهم كده يا جماعة يرتاحوا مثلا لمدة ساعة او ساعة ونص لاني طبعا الجو برد انا بصراحة كنت بسخن الفرن وبعد كده ادخلهم بعد كده الفرن يبرد اروحمي طلعهم وارروحمي أدخلهم تاني المهم يا جماعة انسيبهم لمدة ساعة او ساعة ونص وبعد كده هنجيب بقى Stunde وبعد كده هنجيب بقى 아이�ينة الاولانية زي ما حضراتكم شايفين كده هنبدأ ان احنا نفردها على شكل مستطيل يا جماعة مش لازم الشكل يكون مزبوط 100% يا جماعة يعني الموضوع كده سهل وبسيط على قد ما تقدروا حاولوا انتوا تسوها وزي ما حضراتكم شايفين كده ممكن كل ما تسيبوها شوية تقدروا انتوا تحكموا فيها اكتر وبعد كده بقى تجيب الجزء بتاع الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين برضو وكده احنا عملنا العجنتين هنبدأ بقى ناخد الشوكولاتة على الفانيليا بالشكل انتوا شايفينه ده ونبدأ كده نلزقهم في بعض باقيدينا بكل سهولة وبعد كده بقى بالنشابة يا جماعة هنبدأ ان احنا نفرد العجينة كويس جدا لغاية ما بايت بالشكل ده مش لازم يا جماعة كل حاجة تبقى مزبوطة 100% يا جماعة الموضوع سهل وبسيط ويلا بقى نبدأ على الحشوة اللي هتخلي الطعم في حتة تانية اول حاجة نستخدم اي نوع مربع عندنا انا هستخدم مربع فيتراكت وتأزرق وكمان مش مش وفراولة اي نوع انتوا عندكم وممكن تعملوا عادي يا جماعة بالماكستيلا او الشوكولاتة اي حاجة انتوا بتحبوها بعد كده كان عندي شوكولاتة كده بدأت ان انا ابشرها واطعها صغير وهبدأ اضيفها على المربع بتاعتها عايز اقول لكم يا جماعة الحشوة دي هتخليكم كأنكم طيرين في السحاب من جمالها والميكس فاضيع جدا وبعد كده رشة بقى من الجست الهند عندكم زبيب كمان ضيفوا عليه يا جماعة عايز اقول لكم الوصفة دي خاطيرة جدا والحشوة فيها تحفة جدا بعد كده بقى قطعت البيتزا بسكينة نبدأ نقطع كده ونشرط كده من تحت وبعد كده ناخد الفطيرة كده من قدام ونبدأ نسحبها وزي ما حضراتكم شايفين كده نبدأ نجيب الشرائط بتاعتنا ونلفها يا جماعة بكل سهولة كأننا عادي بنلف مفاتيح كده واحنا بنلعب المفاتيح عادي او بنعمل ضفاير يعني حاجة كده بسيطة خالص خالص وبعد كده ناخد الجزء اللي فوق وننزل به على الجزء اللي تحت بكل سهولة عايز اقول لكم يا جماعة الوصفة سهلة يلا قوم يعمليها وبطلي كسل بعد كده نجيب بقى الصينية بتاعتنا هنضيف اي مادة دهنية ورشة دي ونحط الفطيرة بتاعتنا ونسيبها تخمر كده لمدة ساعة انا برضو كنت بسخن الفرن وبحطها شوية عشان تخمر اسرع وزي ما حضراتكم شايفين بسم الله تبارك الله حجمها تضاعف بالشكل الجميل ده طريقة التسوية ازاي نركز مع بعض هنسخن الفرن لمدة 3-4 دقيق بعد كده هندخلها على درجة حرارة 180 وبعد كده لمدة 3 ساعة وبعد كده هنشغل الشوية لمدة 5 دقيق وبعد كده هنطلعها بقى وندهنها بزبدة سايحة علشان تبقى طرية وهشة خالص وهنغطيها ربع ساعة كده 3 ساعة علشان تبقى قطرة فطيرة والاز فطيرة هشة وكطنية وجميلة جدا حشوة سهلة اقتصادية عايز اقول لكم يا جماعة الريحة جابت اخر الشارع وطبعا التلات قطع دول ماما طبعا وبابا واختي ربنا يبارك فيهم والباقي بقى لنا تعالوا كلوا معينا ما تنسوش تدوسوا لايك وتصالوا على النبي وجمع مباركة عليكم والسلام عليكم